طب زهر بن شعبان من ميلايز جيجل مشارك بلوحتين في طبعة المهرجان الثكافي الوطني فن الخط العربي بقصر الثكافة مفدي زكريا مشارك بلوحتين اللوحة الاولى تتناول حديث نبوي شريف بخط الرقعة مؤطرة بفن يسمى فن الارس مع الماء واللوحة الثانية تناولت حديث نبوي شريف بخط الدواني على أسلوب المدارس التركي هذا المعرض هو فضاء لاحتكاك الخطاطين لتبادل الخبرات والتجارب في فن الخط العربي بفرصة تسمح الخطاطين باكتشاف أكثر المواهب وايضا اكتشاف أعمال جديدة وخامات جديدة في ميدان الفن وايضا سمح لنا المعرض بحضور وراشات وايضا محاضرات في هذا الفن وايضا المعرض يتناول أيضا هذه لوحات قيمة في مجال الإبرو ومجال الزخطة أيضا حدث ثقافي تعرض فيه أحسن اللوحات وتنظم فيه مسابقات للشباب وللمهتمين بفن الخط العربي قصة تنمية المواهب الفتية في هذا المجال الثقافي قمنا بتنظيم مسابقة وطنية للخط العربي ونشاركم عديد من الولايات وبدأنا الجولة الأولى كانت أونلاين والجولة الثانية نديرها دوكا في المعرض قمنا باختيار أحسن اللوحات بالتنسيق مع النادي الجزائري للخط وزخرفة تما كانوا عندنا الجوغين الأستاذ مولاي عبد الرحيم والأستاذ جكال أردوان ودوكا رانا مشاركين في المعرض عندنا دستوند ونعرفوا الليزين شديو على الخط العربي وديرا الكويز ديرا المعرض لوحات سالفائزين هذه الاختتامية حيكون تتويجت على الرحيم موسيقى معرض الخط العربي يعد أكبر حدث ثقافي وطني يروج لعرقة هذا الفن وأصلته ويجمع مختلف المواهب الفنية في الخط العربي في فضاء ثقافي واحد موسيقى